حدثنا وكيع عن سفيانا عن حبيبي ابن ابي ثابت حدثني جميل اخبرنا ومجاهد عن نفعي ابن عبد الحريث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع حدثنا ابو نعيمين حدثنا سفيانا عن حبيب عن جميل عن نفعي ابن عبد الحريث قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حثنا يزيد بن هارون اخبرنا محمد بن عمر عن ابي سلمة قال قال نافع ابن عبد الحريث خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل حائطا فقال لي امسك علي الباب فجاء حتى جلس على القف ودل رجليه في البئر فضرب الباب قلت من هذا قال ابو بكر قلت يا رسول الله هذا ابو بكر قال ائذن له وبشره الجنة قال فاذنت له وبشرته الجنة قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على القف ودل رجليه في البئر ثم ضرب الباب فقلت من هذا قال ثم ضرب الباب فقلت من هذا فقال عمر فقلت يا رسول الله هذا عمر قال ائذن له وبشره الجنة قال فاذنت له وبشرته الجنة قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على القف ودل رجليه في البئر قال قال ثم ضرب الباب فقلت من هذا قال ثم ضرب الباب فقلت من هذا قال عمر فقلت يا رسول الله هذا عمر قال ائذن له وبشره الجنة قال فاذنت له وبشرته الجنة فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على القف ودل رجليه في البئر حثنا عفان حدثنا وهيب حدثني موسى بن عقبت قال سمعت ابا سلمة يحدث ولا اعلمه الا عن نفعي بن عبد الحارثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط المدينة فجلس على قف البئر فجاء ابو بكر يستأذن فقال ائذن له وبشره الجنة ثم جاء عثمان يستأذن فقال ائذن له وبشره الجنة وسيلقبل ان